السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة سعيدة بي لقياكم من جديد كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اقتراح للم ان شاء الله غدين اقترع لكم حرشات سائلين في المقلات كي يجي ورائع الفطور او كدلك للبطي من اسرع واسهل ما يكون اقتصاديين كنتمنى ان شاء الله اخواتي هذا الفيديو يعجبكم ما تبخلوش عليها اخواتي لايكات ديلكم ومنطولش عليكم انتقلوا جميع باش نتعرفوا على المقادير وكدلك طريقة التحضير فرجة متعا اول حاجة اخواتي خديت المقلات ديال سبع وجوه ادهنتها بالزبدة وكدلك نرشها بسميدة ممكن تديروا غير المقلات يعني عادية مش ضروري هذي صافيك نرشها بسميدة ونخليها جانبا ندوز هنا باش نحضر الخاليط اللي عندي فيه ياغورت بالنكا ديال استعملت هنا انه ديال البانان الى كان عندكم ديال فاني يكون افضل نتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوا هذي الحريشات بهالطريقة هذي بنفس العلبة غدي نعبر اخواتي نصف كأثمينة الزيت كذلك علبة من الماء طبعا الماء عادي من روبيني ملعقة كبيرة مسكر حبيبات هنا اخواتي راني زيت الترشة ديال المح للأسف متصورتش معايا كانت الكاميرا وقفة سافيك نخلط الكل مزيان تلاحظ ان هذي المكونات يعني تجانسوا ان شاء الله اخواتي تجربوا هذي الحريشات انا متأكدة غدي نالوا الاعجاب ديالكم يعني تحضرهم في الوقيتة اللي تحضروا فيها الشاي هنا كذلك غادي نزيد واحد الكيس ديال السكور الباني نحاول انني نخلط الكل مزيان هنا سافي غادي نضيف هنا غادي نضيف علبة ديال السميدة يعني بنفس العلبة ديال الياهورس غادي نحبار كذلك السميدة ضبط العلبة اللولى السميدة رقيقة اللي نستعمل في الحرشة من الاحسان تكون نوعية مزيانة تكون ديال السفرة كذلك اخواتي خامرة الحلويات الوزن سبعة قرم ما تصورتش معايا وزد كذلك كأس الثاني يعني زد جوج ديال الكووس ديال السميدة يعني عبرت بالعلبة ديال كما تلاحظوا معايا لان هذا الخالط هذا كيكون سائل كيكون خفيف على هات الشكل هذا اللي نخلط ليا جوج ديال العولاد ديال السميدة استعملت هات السميدة هذي اللي واضحة امامكم في الصورة صافي هذا هو القاوم اخواتي اللي خسكم تحصلوا عليه سافي هنا اخواتي مباشرة اه يعني كما نخليش ديال الخالط يرتح نهائيا يعني مباشرة كان نوضعه في في الميقلات وحاولوا اننا ما نعمرش الميقلات يعني بزاب حتى تفيد باش ما يفيدوش لينا يبقوا محافظين على ذاك الشكل ديالهم هنا كما لاحظوا كان وضع جوج ديال الملاعق كبار ورا غادي يتوزع يعني مالش يبقوا هاكت مجموعين يبقاش الخالط هاكت مجموع عفوا صراحة هاد حريشات تحضرهم اه الوقت اللي تحضروا في هالشي ما كياخدوش الوقت بزاف نهائيا بالعشرات ديال الدقائق اخواتي يعني كيكونوا واجدين الفطور الصباح للوليدات كذلك اللي قوتي وكيجي ورا رائعين جدا كنصحكم بشدة انكم تجربهم اخواتي على ضمانتي فعلا غادي يولي ومعتمدين عندكم لانهم صراحة اه مكوناتهم جد بسيطة كذلك طريقة تحضر ديالهم من اسرع وابسط ما يكون صافي كيموكت لكم اخواتي حاولوا انكم متعمرواش عفوا المقلات صافي كنوضح فوق النار مباشرة طبعا النار ضروري تكون يعني النار اللي هادئة نقص النار بساف بش يطيبوا على خطرهم وما يتخطفوش ليكم صافي هنا كي كان لحظوا انهم يعني بدو كي يحمروا من الجوانب صافي كان قلبهم اخواتي كي ما لحظوا يعني كي يجيوا رائعين جدا يعني كيزيد الضعف الحجم ديالهم قليلا لان فيهم الخاميرات الحلويات اهنا يلي بغى يرشع لهم القليل من السميدة من الفوق ممكن اللي ما بغاش يعني لاكم الاختيار انا صراحة ما رشيتش عليهم سميدة ولكن لا بغيتوا ترشع لهم سميدة ممكن ترشع لهم سميدة من الفوق يعني وما شاء الله يعني راعطوني جوج ديال الكمية من هادو يعني ما يخرجوا وابعطاش الوحادة ان شاء الله اخواتي جربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم لانهم فعلا رائعين بمعنى الكلمة صافي كنخليهم كذلك حتى يحمروا من الجهة الاخرى وما كي يخطوش الوقت بزاف الطياب نهائيا ما تغفلوش لهم اخواتي هاد الحريشات هادو اخواتي مش يضروري فردية ممكن تحضروا حجم كبير صافي هنا يا من بعد ما طابوا من الجهة الاخرى كنحاول انني نحيدهم كما راحتو كي يجيوا صراحة اه محمرين انا غني نرطهم يجدوا تحمروا قليلا صافي على هات الشكل هذا كي يجيوا خفاف روطب ملكين رائعين جدا هاد الحريشات تقدموهم مع العسل او تقدموهم اه باش ما بغيتوا عني تقدموهم كي يجيوا صراحة رائعين جدا ممكن تناولوهم غير هكا كي يجيوا لداد صافي كان هذا هو الشكل النهائي دي الحريشات اللي حدرت معاكم وهذه الكمية اللي اعطتني ان شاء الله اخواتي تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم كي يجيوا من اروع ما يكون كي يجيوا خفاف رائعين جدا ممكن اللي بغى يضعف المكونات كذلك ممكن اخواتي وهنا يا كل عادة غدي نقسم معاكم محيدة باش تشوفو يعني كي يجي القوام ديالهم من الداخل فعلا كي يجيوا رائعين جدا كي يجيوا طب مالكين من اروع ما يكون هاد الحريشات هادو بالشكل ديالهم من الداخل وصارحة رهم ساهلين من اسهل ما يكون وكذلك من اسرع ما يكون كانت من اخواتي كي العادة لعجبكم هاد الفيديو ما تبخلوش الياه اخواتي ولايك ديالكم كذلك التعليق ديالكم المحفزة ولما لا كذلك البرتاج مع الاهل والاصدقاء لكي تعمل فائدة ولأول مرة كيشاهد القناة ديالي كنتمنى انه يشترك في القناة وفعل زر التنبيهات بجدائما يوصلكم كل ما هو جديد شكرا لكم اخواتي على المتابعة والى الملتقى مع الجديد ان شاء الله دونتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة